موسيقى ماتخدش على الاهلي موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الاهلي اينما كنتم في برنامجكم مالك وكتابة عندما يكون الادراك مصدرا للقلق احيانا والشقاء اهلا بكم ارشمهندس اهلا بكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في الحلقة 768 من مالك وكتابة لقاء الاثنين اللي بيرجعلنا فيه المهندس عدلي ابو العروسة الحمدل على السلام الله يسلمك بإذن الله وعبال ولادكو جميعا الله يخليك ألف مبروك قول لي عندما يكون الادراك مصدر الشقاء اه هقول لك حاجة انت مثلا مولادك في حد من اصحابه او دخلين على شغلانة جديدة او انت في شغلك جيلك حاجة بيسموه ديليشيس ديلز حاجة مغرية قوي حد عارض عليك مبلغ في شغلانة انت عارف انها ما تستحقش المبلغ ده فتبتدي تستشعر ان وراء الأمور أمور وتدرك بقلق وتبتدي تحذر لكن اللي حواليك مش شايفين ده فيضغطوا عليك ان تقبل هذه الأوضاع وتكتشف بعد فوات الأوان انك كنت محقا أستاذ ابراهيم نحن نعيش حالة من الاستقطاب المرعب المخير حاولنا ان نحذر منه منفترات ونقول الجماهرنا ما تدوش وادنكوا لأي حد يفرق صفوفك ويشدوكوا نحيته بدعوة انه المدافع الأوحد أو الأصدق عن النادي الأهلي الظاهر الرحمة والباطن العذاب وخصوصا اذا كان نية هذا المستقطب واضحة ليست اطلاقا انك انت مصرحة النادي الأهلي ودفع عن حقوقك بقدر منك تلم الناس في ظهرك عشان بعد كده تقولهم اللي انت عايزه فتكتشف انه الناس يمش بصدقك يتهجمك لان طبعا فيه حاجات فاللي عايشوا النادي الأهلي هذا النوع من الاستقطاب اللي ابتدوا يتراشقوا مع بعضهم وضاع الهدف الرئيسي هو الحفاظ على النادي الأهلي لان استاذ ابراهيم القيم والمبادئ والتاريخ والحضارة والتقاليد هي السياجة التي حمى مصر من الربيع الغاضب والعاصف اللي استخدموا نفس الأدوات في تمزيقه ولم يحمي مصر إلا ثباتها وتاريخها وجيشها الذي تنبه بفتنة وخاد البلد إلى بر الأمان صحيح إحنا فين من هذا الوعي والإدراك ونحن نرى أن نفس أصل الأدوات واحدة تخش على عائلة تمزاقها من نفس الطريقة تخلي الولاد يكراهوا بعض دابوك بيحبك أكتر بيحب أخوك أكتر منك هو ليه مزود مصروف ده هو ليه جاب له مش عارف جزمة وانت جاب لك قميس تفضل وراء لما يشعر بأنه مش مرتاح لك هو لابو وتسيبه بقى هو حيصرف إحنا دلوقتي عايزين نحضر جميعا من هذا الاستقطاب المريب الخطر الذي يشكل خطورة قد تتجاوز الجماهير إلى حاجات أبعد عايزين نتنبه عشان كده كانت هذه الحلقة المهمة وهذه أبرز على وينها مقالي ومقاله لحظة الانقضاب الغربال الأهلي في قاعات الدرس متى تتعلمون وبعض متلسانه لا جديدة يذكر ولا قديمة يعاد واشمع الحمراء عن علي بيك أبو الفتوح لكن في أسرار الملك الموت عشقا ومجلتنا من أربعين سنة ده عنوين حلقة النهاردة اللي في بداية عايزين نطمن حضراتكو على فرقة الأهلي النهاردة الفريق بيقدّ مرانو الحقيقة لاستشفائي لأن كل التدريبات على كلام ميستر ريكاردو سوارش المدير الفني قالك أنا ما بدربش أنا بطبطب وعالج وجاهز وادخل المعسكر ما فيش وقت أبدا اللعيب اللي بيجيله شد بيبعد المباراة اللي جاية مع الفرق ويوم الأربع مساءً بيغيب عنها أو بينضم لقايمة المستشفى فيها أحمد عبدالقادر وصلاح محسن وطبعاً القايمة بعد كده تطول يمكن أنت النهاردة بتتكلم في 13 لاعب غايب عن الفريق بشوان وما حدش عايز يبوصل لدي وما حدش عايز يدرس أسبابها لأنه أستاذ إبراهيم إحنا من بعد العبد أو ما قبلها قليل لأن في كاس العالم أنا أعربتلك عن قلقي من المشهد التدريب اللي في النادي الأهلي أي وقلتلك خصوصاً قبل نهاية أفريقيا هو فين 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 الشغل اللي بيجاهز لما بعد هذه المرحلة أي أجازات أجازات بكامل الأطقم مش بس الراجل وكأن الراجل قرر الرحيل وليحصل يحصل أي فلما جاه وقال أنا مش بكمل أنا قلتلك أنا مش مندهش لأنه كان ده مش شغل واحد عايز يكمل هو ماشي واللي يحصل يحصل بعدين النهارده فريق يعاني بدنياً جداً ويعاني من ما هو الإجهاد له تدريبات يعني أنت لو خد الأجازات دي في تدريبات الاستشفاء أو منح الأجازات المقننة وانتقائية اللعبة اللي تأخذ أجازات اللعبة اللي تكمل والروتيشن المزبوط كان زم أنا نجيت من المرحلة دي فإحنا بنحاول دلوقتي نعالج بس أثناء المرض مش مش بنتوقع العلة فربنا كامل ولكن ثقة الكاملة التي لا يجب إطلاقاً أنت حد في النادي الأهلي دي مش ثقافتنا لا هنرمي الفوطة ولا هنستسلم وحنفضل لآخر نفس بنقول الدور يا أهلي والدور بتاعنا ولعبتنا معنا يعني إحنا مش تعديلنا في المقاولين لكن دي قص عشر حالك لا أداءنا في المقاولين ما كانش وحش كان أفضل بكثيراً من مطش السابق اللي كسبناه فإحنا نقدر وبإذن الله لعبتنا حيتكتفوا وحيدفوا عن نفسهم أولاً وعن نديهم وجماهيرهم اللي هم عاشوا في نعمة الأهلي في نعمة الأهلي طبعاً أهلي نعمة وإحنا أيام السعادة اللي سعدناها حد قدر يعيشها أبداً أيام وإحنا عشان كده ألمنا بيبقى شديد مش متعودين على الهزيمة ولا الابتعاد حنخرج منها أقوى مما كنا والدوري لسه في الملعب الدوري لسه في الملعب لسه في الملعب لسه في الملعب وحنتجاوز وحنتجاوز أحنا بس إيه التلاتاشر دول نرجع منهم خمسة ونصعد ثلاثة أربعة وفيه كنزة تحت نقدر نعمل منه ونبص على المعارين الصح هتقدر تلقى منهم اللي يسدلك قوي مع طبعاً التدعمات اللي إيه اللي هي تقليدية اللي هتحسن طيب ده كلام مهم جداً وعلشان الكلام الخطر اللي المهندس عدلي قاله يبقى ضربة البداية كما تعودته معه مقالي ومقاله لحظة الانقضاض وهي بالفعل كده يا جمع فجأة خيل للبعض وتصور هؤلاء أن لحظة الانقضاض على الأهل قد حانت استغلالاً لسوء أداء لترد نتائج لنزيف نقاط لحالة بدنية صعبة بين جهازين واختلاف نظم التدريب والأحمال ثم التحديد المشاركة الأفريقية فكانت لحظة الانقضاض على الأهل بالشكل اللي انتم تابعينه تابعته بشكل قلق أولاً المشهد بقاله أكتر من شهرين تزامن تزامن مع خسارتك البطولة وقابلها بشوي الأفريقية أي وأنا مش قادر الناس كانت متصورها أن فرصنا في المكسب كانت كبيرة إزاي بكل ما حدث وقلناه ولعاودين نسترجع جماعة احنا مش 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 بلون كلام جديد على فكرة احنا بنسبق الأحداث وعشان كده بقولك لما تبقى الإدراك أحيانا مصدرنا للقلق كنا مدركين هنا في هذا البرنامج جزء كبير مما سوف يحدث كنا خايفين المشهد دلوقتي كل من أراد بك سوءا من 2014 حتى 2018 وحاولوا اختراق الأهلي وكان الطريق إلى الاختراق الإعلامي والانقضاد أولا جربوا ننقض على تاريخه معرفوش حاولوا الانقضاد على لوائحه وانظمته والاستحواز من خلال النظام الإساسي إن نقدر نعمل اللي احنا عايزينه دون الرجوع لجمعية العمومية ما عرفوش فحاولوا ضرب القيم والتقاليد إلى الدرجة وصلت إن الرئيس النادي يقول يعني إيه قيم الآله ما فيش حاجة اسمها قيم الآله ما الناس مش بتنسى فاللي عايز يرجع للمشهد يرجع بقرسه اللي حنفكر به الناس مش هترجع عندك واحد جديد أبدا ويرجع بشلتك عشان نفكر الناس اللي ابتدوا يكتبوا ويشتموا دلوقتي واللي حتلاقيهم خلف ما يحدث أحيانا من لجال الإلكترونية وبعض الصفحات التي تحمل اسم الأهلي وليست أهلوي أي ولو قارتها صح حتشوف لا يمكن أن ينظم الأهلوي ما يكتب فيها أنا عايز أفكرك بحاجة ده حاجة غريبة جدا لو موجودة يا ريت نطلعها أحد الحسابات لشخص حاطت شعار الأهلي وعالم الأهلي كصورة البروفايل بتاعته كده أهلاوي عارف أنه نيسي في الإنفو بتاعه في التعريف بتاع معلوماته أنه الأدمن بتاع صفحات المختلط مش عارف إيه يعني دي قديمة هو دي طبيعته هما دخلت الدور وراه لقيت معلوماته وحتلاقي من ده كتير فاجعة بس حط الشعار أنه لوجو الأهلي فقط دول جزء لكن الجزء الأخطر اللي بيبدأ عنه جواك واللي عايز ارجع يا زمان عايز ترجع زي زمان طل الزمان يرجع زمان بس هنفكركم زمان في إيه زمان القريب يعني واحد طلع يعدد لك الصفقات اللي حصلت من 2014 ل2018 حلو أول بس نسيت أن كل الصفقات دي مشيت برضو من 2014 ل2018 صح؟ يبقى أنت كنت داخل تسويق مش داخل بطولات بدليل عدد البطولات اللي تتحققت في هذه الحكمة أي أيه البطولات اللي تحققت ما خدناش دور خدتكم في الدرالية لأنك ما قدرتش تكمل في بطولة الأبطاط أي وشاهدنا أعظم مجموعة مدربي في الفطرة دي كل كم شهر مدرب كبير لا يعني مدرب ما يكملش مدرب ما يكملش ما يكملش إنه ما يحققش بطولات هتيجي تقولي ما فيلر ما يكملش ومسوماني ما يكملش حققه أي هتقول لي فايلر حققه سلمك فريق تقريبا حسم الدوري مدور الأول طبع طبع مسوماني لا بص مسوماني قد تختلف مع أنه يدير العملية لصالح نفسه لكن لا يمكن تختلف على قدراته مسوماني أفكار لا زاكي عنده رؤية يستطيع أن يتعامل مع الأحداث الكبرى عندما يريده عندما يركز لكن دائما المواضيع كانت بتتاخد وبدالين هو دلوقتي هو دلوقتي رايح هيشتغل من النهاردة بدأ عمل استشاري مع أحد الأندية استشاري مع أحد الأندية في أفريقيا من خلال شركة كون استثمرا لإيه سمعته سيفيل ومحققهم النجاحات مع النادي الآن وآخرها تالت أفريقي تالت العالم تالت العالم دي من ساعة ما كادها وهو بدأ يصوق لمسوماني فقط وراح هيعمل الكلام ده إذن هو الرجل ده لا قيمة تدريبية كبيرة كفاءة ومدرب لا يمكن إغفال قدرته مش على المستوى الإفريقي على المستوى الدولي ولكن اختلفت معاه إن كده ما كانش ينبغي تعمل في الأهلي كده في الفترة الأخرانية بس هو كان قد قرر أن يعمل في الاستثمار الرياضي مش في التدريب الرياضي فأنت دلوقتي إذا فترة بتدفع حققلك معاك بطولات مرعبة وهو كان يأمل طبعا أن يكسب أفريقيا مش عايزة من أخشى بس لما بعد الماتش يقعد ثلاث أسابيع في المغرب وما يمرانش هو ده معناه أنه عايز يكمل في حد بيعمل في فرقيته كده ما جيش بص البدائل اللي هكامل بيعمل الدوري طب أنا راح مني أفريقيا بفعل فعل طيب أنا عايز أكسب بقى الدوري بس هو ما كانش ناوي يكامل فبدأ يشوف يعمل يخش يكسب دورات علمية تؤهله أن يكون مستشارا أكاديميا بجانب أنه هو مدرب كويس وذكي ويقدر يعمل حاجة بشكره على ما قدمه مع النادي الأهلي من المطلق وأعاتبه عما فعله في الشهور الأخيرة مع النادي الأهلي لكن لحظة الإنقضاض على الأهلي يا جماعة لأهل بعض مناسبة ومتاحة في المشاركة الأفريقية لأنه اتحاد الكورة المصري اللي أعلن في شهر ستة اللي فات وربطة الأندية المحترفة اللي أعلن رئيسها النقب أحمد دياب إنه ما لم يتم اجتمال الدور مرشاة المؤجلة كلها بحيث أن الكل يكون متساوي الاتحاد هياخد بنتائج الدور الأول أعلن دلل كفة من خلال شهر ستة أعلى من ستة وعاد يوم خمسة سبعة أيوة وخاطب الأندية سنعتمد على نتائج الدور الأهلي بعد استكمال المؤجلات ولم يحط تحت دي عشر خطوه لم يعترض أحد محدش اعترض لا الزمالك ولا الأهلي ولا بيرامد ولا فيوتشر ولا سموحة ولا الجيش ولا كل الأندية المهيئة ولا المصر اللي سبق الله المشارك ولا المصر محدش اعترض على هذا المعيار وهو معيار أقرب كتير للعدالة لأنه الدور الأول انتهى سبعتاشر مباراة لكل فريق كل فريق لعب معه بقية المسابقة أو بقية عناصر المسابقة إنك انت تيجي النهاردة تستغل لفرصة إنه النتائج تهتز طب هو حد يقدر يضمن دلوقت سمعت إبراهيم فايق بيقول هو هل معقولة إنه بيرامدز ياخد لو خد بطولة الدوري ما يشاركش طب هو انت تقدر تقول دلوقت مين اللي هياخد الدوري اللي انت بتقوله ده معناها حاجة واحدة إنه يتم إرجاء الاختيار لما بعد الدوري أي ده الحسم يعني بس ساعاتها محدش هيشارك في أفريقيا من مصر لأنك لازم أن تبقى عارف إن 6 أغسطس نهاية القهيد الأفريقي بعد خمس تهيئة يعني أنت عايز يا سيد إبراهيم ده الإنقضات بقى أيوة إنك إنت تبتدي تروج وطيب وحد يضمن إن فيوتشاري كامل في الكونفدرالية وكان الثاني اللي فاتت لما المصري شارك على حساب سموها الفارق مجموعة من الساعات استعادة فيها سموها مركزه يعني هي دعم إنه المركز عدة ساعات فصلت بين دخل فيها المصري دخل فيها المصري ما حدش تتكلم أما تحط معيار والأندية ترتديه يبقى خلصة الليلة لو كان هناك اعترضت كان الناس اعترضت لكن لأنه ما كانوش متخيلين اللي حيحصل في الأهل أيوة ممكن تقولي هو ليه تحط الماتش بتاع المقولين يوم تلاتين آخر يوم أيوة ليه طب ليه وهو كان ممكن تحط ماتش في فيوتشار اسمه بيرامد وزمالك في نفس التاريخ أو قابلي طب ماذا لو تأجل ماتش المقولين لبعد هذا التاريخ كان الكلام ده هيتقال طيب أعرفت ليه ما كانش فيه إرادة من التحكيم أن يفوز الأهل ماتش المقولين عشان يقدر يدعم الحجة دي في ماتش فاجر في ماتش واضح في ماتش الناس كلها شورت على حق الأهل المهضر لكن كان هناك طب أنت بعد الكرة الأفصايد اللي مرداش يعني يحسب الجون ده وعندك صورة أن حوار الجون ده تحسب إزاي للزمالك ووباما قافز من خلف الحارس حاليه هو أفصايد يعني أفصايد وفاول واخد بالا وتحسب الجون لأنه ده مش القالي القالي بتنكش إزاي يا رب خصلة الشعر اللي قدر أغلي بيها الجون ده بسبب التسلم فبعدها فيه ضرب الجزاء ولا أوضح للنادي القالي حسام حسن فانلوتو تشاهد بطن وعريان الذي لم يسبق له أن كان في الظار مع لا الزمالك ولا بيرمد ولا الأهلي في أي مباراة لأن ديها الحساسة بقى تم وضعه للمباراة دي للمباراة دي عشان تتزرب الخبرة طب وانت جايب إيه هو الرجل يا أخي استدعي وسيب الحكم أخد خراره هو أنت ما تاخدش خراري عام أنت بتقوله لا بشوف دي كده أنا شاكك فيه هو أنت الصورة دي بتقول إيه فهيورط محمد عادل معه أخد بالك عشان الناس يقولك هو عادل غلط في إيه عادل يا سيدي ما غلطش في حاجة اللي غلط الفار نسا دي أخونا وعنحن نفضل في السنائية العجيبة دي هو الفار غلط في إيه دي الحكم هو الحكم غلط في إيه دي الفار وكله على الأهلي كله بالصدفة الشديدة من السنة اللي فاتت على الأهلي هي صدفة هو كابتن عصام انت ليك مجموعة جوه التحكيم هي اللي بتتحرك هو أنت تعود لشهر ونص في المغرب وساعة ما تطل علينا لازم يحصل مشكلة يا أخي الناس دي بتنام إزاي الناس دي بتنام إزاي ما هو أنت ممكن لو المعيار ثابت والظلم ثابت ماشي راجل داخل على قصبت رجل لعيب مش عالكورة مروش دعب الكورة ولا يطرد في حين انت ديانج الفاريس تدعي يقول لي لأ لأ دا الدخول في الحين اطرده اطرده في اطرده وانت مقزم ونتجتك مقزمة وتلعب بعشرة لكن لو بنا يشاء انك تكسب المطش ده واخد بالك فانت لما تجمع الحاجات دي من حقك تشوك من حقك تشاور من حقك تقول بس عايز أسمع الردود منطقية مش عايز أسمع بقى الكلام اللي بيتقال المرسل ده أعداء النجاح نجاح فين بقى فين النجاح اللي أعداء النجاح بقى فين ده نعم نعم ما فيش حد ما بشتكيش يا عام غير نادي واحد اه كل بشتكي صحيح طيب هي لحظة الانقضاط فعلا وكويس ان جمهورنا الكبير العظيم متنبه لده هنطلع لفاصل وبعد الفاصل حاجات مهمة في الغرباء أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نشاطر الزميل العزيز عبد المنعم القسطة مدير تحرير البرنامج الأحزان في وفاة المغفور له شقيقه الذي وفاته المنية بالأمس للفقيد الرحمة والزميل العزيز وأسرته الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه رجعون لحظة الانقضاط شفتوا المظاهر والملامح بتاعتها لكن سبحان الله رجعوا كده تاريخ الناد الأهلي لفترات طويلة كلما زادت ضغط على الأهلي في منطق ما ربنا عوضوا بحاجة كبيرة قوي تحسس الناس بالقيمة الكبيرة عشان كده كان هناك كلام كثير فيه الغربال الأهلي في قاعات الدرس متى تتعلمون الناس اللي بتقلل من قيمة الأهلي واللي مش مدركة أهمية الأهلي ومكانة الأهلي ورسالة الأهلي والتاريخ الأهلي معرفش إمتى ممكن تتعلم من حجم التقدير الخارجي الكبير ورفيع المستوى للنادي الأهلي عايز أقول لحضراتكو أنه نما النادي الأهلي يتحول كمادة علمية يدرس في جامعة لليجة الأسبانية الجامعة المنبسقة كمركز علمي عن ربطة الأندية ربطة أنديت الدور الأسباني فتختار النادي الأهلي حتى بنفس العنوان الأهلي نادي القرن النموذج الأنجح في الشرق الأوسط فيدرس بكل تفاصيله لطلبة العلم الملتحقين للحصول على الماجستير والدكتوراه من لليجة الأسبانية في قيمة أرفع من كده وهذا اللي أنا بقول هو نادي الأهلي يا جماعة سر عظمة الأهلي مثل هذه التفاصيل أنك بتتحط كده مش أنت اللي بتحط نفسك أنت لم تطلق على نفسك نادي الوطنية هنما الواقع والتاريخ والمجتمع عمرك ما كتبت على يفتتك كده لكن مارست هذا الدور بالتزام وطني تاريخي وما زل وصف تزل تظل حتى لو جاء البعض لتشويه هذا بإدعاءات السهل جدا رد عليه ما تبوك تتهمني بأي حال بس أنا ممكن أتهمك أنا أيضا بأي حال بس أنا عندي دليل وما عندكش أي حال واخد بالك يعني مش عارف كيف يمكن الإنسان بهذه الجرقة أن يحدث اللي جوا عليك اللي هو مارسه عليك أنت ما حدش هيعرف ده واقع راجل راح وحاضر في الجامعة وتوجه له خطاب شكر وقالوا له إيه المادة السرية اللي شفناها دي هنا المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وشوفوا العناصر والشباب النابغ النابه من أبناء النادي الآن مجلس الإدارة الحالي من بدايته حتى من العمل في المرة اللي فاتت وكابت محمود الخطيب رئيس النادي مع مجموعته مهتم جدا بشق الاتصال الخارجي فلما جات الدعوة من جامعة لليجة الأسبانية كان تكليف مجلس الإدارة للمهندس محمد سراج بالإطلاع بهذا الملف مع لليجة الأسبانية قدم مشروعه العلمي والمادة العلمية اللي عن النادي الأهلي حظيت هذه المادة بهذا التقدير من جامعة لليجة اللي خلتهم هقول لحضرتك إيه اللي حصل فيها بالزبط جامعة لليجة الأسبانية قامت بتدريس مادة النادي الأهلي تحت عنوان نادي القرن في أفريقيا الأنجح في الشرق الأوسط ده العنوان اللي اخترته لتدريس هذه المادة تواجد في أسبانيا الفترة اللي فاتت المهندس محمد سراج هو المحاضر العربي والأفريقي الوحيد لرسالة الماجستير شارك فيها كبار المتخصصين في صناعة كرة القدم على المستوى العالمي في محاضرين مع سراج من الفيفا ومن الدور الإنجليزي والدور الإيطالي والدور الأمريكي للمحترفين في كرة القدم ليه الأهلي لأنه بعض الناس تتكلمت طب وليه مش النادي الداء وكأننا احنا لسه بنتكلم في الرياضة على هذا المستوى ببطاقة التموين وإزازة السكر والزيت ليه الدت الأهلي لا ليه جا طب ليه ما الدتش الزمالك يعني فعلا الناس بأي عقلية وبأي ذهنية بتتكلم جدارة الأهلي بالتدريس جاية من المحتوى العلمي بتاعه اللي بيكمن في ايه بالزبط كنموذك متفوق رياضيا فيه خلافة على حجم بطولات النادي الأهلي اللي عايزي كابر حيقولك أصلح حلان وحرام لا اللي عايزي يقعد على المصطبة ويحكي بحكي براحك لكن أنا بتكلم على القيمة العلمية لا سيدي ده على العالم كله شايفك وحطك في المكان اللي تستحقق العالم كله شايفك وحطك في المكان وبيتعامل معك على هذا الأسئات وهو الكلام ده أنا عايزي أعرف هو لليجا الأسباني هم يعرفوا إيه عن نادي الأهلي أنه نادي القرن اللي لعبوا معه ماتش القرن بين نادي القرن في أوروبا ريال مدريد ونادي القرن عن أفريقيا واللي الأهلي كسب ريال مدريد 1-0 هيا دي معلومة ممكن أسبانيا تنساها لا طيب طيب المقدمة بقى في العرض لمادة النادي الأهلي العلميا تضمنت شرحة عن سوء صناعة الرياضة في مصر واستهل المهندس محمد سراج الدراسة بالحديث عن الرياضة المصرية عن مناخ الاستقرار اللي بتحيها مصر على الدعم الحكومي اللي حاصل للبنية التحتية وتطويرها على نجاح مصر في استضافة العديد من الفعاليات الدولية في كل الرياضات بما يشي بالمناخ المستقر الأمن بشكل كامل على هذه الأرضية العامة من بنية تحتية ودعم حكومي وتطوير للبنية التحتية ومناخ آمن مستقر وظروف أمنية هادية وأوضاع صحية صحيحة أو سليمة على الأرضية دي التحدث محمد سراج على نموذج النادي الأهلي ونجاحاته نجاحاته اللي بدأها بالحديث عن حجم البطولات اللي أخذها الأهلي في تاريخه ثم الارتباط التاريخي مع طبيعة ونشأة النادي الأهلي وانصهاره في قضايا مجتمعه وإزاي هو داعم في خدمة مجتمعه وكمان نقطة لتتبع تطور القيمة التسويقية للنادي الأهلي في آخر 30 سنة أنا عايزة السؤال هو من صاحب أول تجربة تسويقية الأهلي هو من صاحب إنشاء أول شركة تسويقية للإنتاج الإعلام والتسويق النادي الأهلي هو من صاحب أول إنشاء شركات لإدارة كرة القدم النادي الأهلي يعني يروح اللي حيروح بداله حيقول إيه طبعا ركز كمان محمد سراج على المنابر الإعلامية المختلفة ومؤشرات تزايد أعداد المتابعين وزيرات على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية والمنصات الإعلامية الخاصة بالنادي الأهلي واللي بتحط الأهلي ضمن أكتر عشر أندية متابعة في العالم مثل دي أرقام دي أرقام يعني هو الناس لما يقول لك لا لنادي القرن دي مش كلمة ولا على يفطى لا لنادي القرن هو بيقدم من ضمن الورع العلمي الوسيقى بتاعة الاتحاد الأفريقي المانح الرسمي لهذه الجايزة مش مجرد كلمة ولا يفطى ولا كلام من ده لا المانح الرسمي لهذه الجايزة هو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حيثياتها وأسبابها ونقاطها ونظامها في حيثيات هذا المانح الأهلي ضمن الأكبر عشر أندية متابعة عبر منصات الإعلام الجديد دي أرقام مسبتة علميا بيقدم بيها هذا الشكل وهو يا ما أقول كده في جمعة في رسالة الدكتورات هذه الأرقام لابد أن تكون صحيحة وإلا هي حتراجع الناس هناك مش بيسمعوا الأرقام كده صحيح فهو بيقول حقائق لا تقبل الجدل اي تفضل دي مادة علمية هتدرس وبالتالي جوزي مويا ده مدير جامعة لليجا لليجا بيزنس سكول قال أنه شراكتنا مع النادي الأهلي تضيف عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم وأن الهدف في هذا البرنامج هو المساعدة في إطفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة عالمية هو شايفين أن منطقة الشرق الأوسط النموذج الناصع فيها اللي يمثلها نموذج النادي الأهلي فبيعتبر أنه ده النموذج الأنجح بكل التفاصيل اللي تقدر تتخذوا نموذج للتعلم اللي تقدر زي ما هم قالوا يضيف إلى عقلية كرة القدم العالمية المهندس محمد سراج الحقيقة لما شاف البعض منزعج أو متدايق البعض من أصحاب زهنية بطاقة التموين اديت الآله إزازة زيت فين إزازة زيت بتاعة النادي التاني هو كده فرد المهندس محمد سراج قال أن أنا حبيت أكتب البصد ده لتوضيح أمور هامة جدا عشان اتفاجئت بعد خبر انبارح الخاص بالأهل ولليجة بمبلغة ولغة كبير وموضوع أخذ أكبر من حجمه بيقول المهندس محمد سراج وهو أستاذ في الجامعة الأمريكية في القاهرة هل هو إنجاز عظيم يستاهل كل الضجة دي؟ لا أنا شايفه عادي مش إنجاز لأنه ده الحجم الطبيعي لنادي زي النادي الأهلي أنه يوصل لهذه المكانة وأكتر كمان إحنا بنفضل ننتقد ونجلت ذاتنا هنا لكن لما تشوفه تعامل المؤسسات العالمية مع النادي الأهلي خارجيا واحترامهم له لا لا الموضوع مختلف تماما آه طبعا أنت بتتكلم في سياق لا يمكن للدعاء فيه آه تتكلم العالم أي أنت بتتكلم فيه محفل علمي أي فيه مناسبة لمنح المجلسية أي يعني مش كلام ده لا تعمل إلا بالتوسيق العلمي أي بحقائق بحقائق طبعا مش كرة بنالة تصدي يبقى الأهلي وحش كرة تطلع بره بطولة تضيع أو حتى مباراة تضيع يبقى كل حاجة فازدة وكل حاجة منهرة وننسى الماضي القريب جدا كان بيتقال إيه آه القريب جدا على الأهلي ولعبته أي من المنافسين هسألك سؤال أستاذ إبراهيم هل يتعامل الأهلي في ظل مع الظروف الصعبة جدا في طرف الفاتر دي معاملة عادلة هل تعاملها الزمان أنت عارف أن فييرا أما جه أي خسر عشرة بنت أي في الفترة دي أي واللي قالوا بنان عليها الأهلي أقرب للدور أي وكمان طلع من أفريقيا كيف تعامل الإعلام والسوشيال ميديا مع كل هذه الإخفاقات لما حدست للنادي الأهلي بتخسر نهائي بقى يعني هو بيطلع من دور مجموعاته أنت بتخسر نهائي أي ثم بتخسر نقاط نتيجة أوضاع وضحة مثل الشمس تغير استراتيجي استراتيجي أنت مش بتغير مدرب بقى مدرب وبيكمل لا ده فيه مدرب قرر أنه لا أنا ماشي ومش ممرن الفطر الفاتدي وما قالش والتاني جه يكمل بيأخد مهمة صعبة هل النهاردة اللي بيحصل من نجاحات في نتائج الزمالك اللي بعضها كان هناك دعما يحتاج لتفسير وأخفقات الأهل اللي كان هناك تحاملا يحتاج لتفسير ده يحتاج لتفسير لا تفسير من اللي يعمل كده أي أخد بالك ده البروفيسور اللي هو بدأ بيخفاق والمشاعدين تده الراجل فرصة اللي بقولك أنا ممرنش أنا بعمل استشفاء هو فيه حتة في العالم يا جماعة لعيبة تلعب عشر ماتشات في شاه وتتوقع عصابات في المستوى وعدم إصابات هو فيه فريق في العالم بيتعور منه حوالي نصه وعايزين منه إذا عملنا إذا عملنا أبراهيم نتائج كل كلام اللي بقوله ده لا يعفي هؤلاء اللاعبين من المسئولية طبعا لأن أنا أواجه الإرهاق بالتركيز والراحة وتفادي بالتركيز والراحة حوطت تحت دي عشر خطوط ومن أهمها أن أنا بقى ببيتي وبنام بدري فيه تضحية آه فيه تضحية زهقنين مكورة متشبعين ونفسك تعيشوا حياتك طبعا بس هو تمن البطولات كده تمن الأبطال كده تمن التعلقات تمن النجومية هو ده فعندهم قصور في الحتة دي لكن ما تش المقولي لا يمكن أن تتاهم أحد بالتخصير أستاذ إبراهيم عدم توفيق مع قرارات ولا أعجب من التحكيم فإحنا بإذن الله الأسباب قدامنا وهتتعالج لكن أنا أرجو من اللعيبة يبعدهم صلابة أقوى من كده ما نعودش بقى نقول أصل وبتاع واللعيبة أقوى بتتهاجم خلاص انسى بقى الكلام ده انت في إيدك تخلي كل الناس يسقف تاني طيب هرجع لك أنا تاني لكلام المهندس محمد سراج قال إن فيه لغة إن دي مجرد دراسة حالة وخلاص لو تشوفوا الإيميل المرسل ده بيقول سراج من طرفهم هتفهموا كويس إن دراسة الحالة دي مطلوبة من الطلبة يعملوها بناء على ما تم دراسته عن مادة النادي الأهلي يعني هو المادة درسوها عن النادي الأهلي ثم طلبت منهم دراسة حالة على النادي كنموذج تطبيقي وبيقول المهندس محمد سراج دراسة من مادة النادي الأهلي وإنهم يعملوا مشروع لأوجه التعاون بين النادي الأهلي ونادي أسباني قالوا لهم بقى شوفوا كنموذج مقترح أنتوا درستوا نموذج النادي الأهلي افردوا نموذج مقترح في مقارنة بينه بالنادي أسباني لما يبقى فيه بروتوكول بينهم اللي ممكن يكمل بعضهم يتعامل إزاي وكيف يستفيدوا من بعضهم بالضبط فقال إنه هي فكرة عجبتني وهم اللي اقترحوها برضو مش أنا اللي فكرة المقارنة مع أحد الأندية الأسبانية وبعد كده يتم عرض المشروعات دي على هيئة التدريس وعليها تأديرات ودرجات علمية كما هو موضح يمكن المعيد المخطط لها من بدري كانت في يونيو وأنا اعتذرت وطلبت التأجيل فيما بعد ليوليو نظلا لظروف خاصة هل في بريزنتيشن عادية تتقدم بعدين يتعامل عليها تأديرات ودرجات للطلاب وبيقول كمان المهندس محمد سراج لغت لليجة والتقليل من لليجة نفسها وإنهم مجرد مركز تعليمي صغير مفيش مركز تعليمي يا جماعة بيصدر شهادات mba معتمدة عالميا بتزيد مدة دراستها عن تسع شهور لازم يكون له تصريح جامعي أو له شريك جامعي أكاديم ومعتمد يعني أنا مثلا لما عملت ماجستير بجامعة ريال مدريد ده المهندس محمد سراج واللي هي صرح كامل تابع لناد ريال مدريد عاملين شراكة أكاديمية مع الجامعة الأوروبية بمدريد كشريك أكاديمي فكنا كطلاب ملتحقين بنقول اتخرجنا من جامعة ريال مدريد مش بنقول اتخرجنا من نادي ريال مدريد بالشراكة الأكاديمية مع الجامعة الأوروبية دي الشراكة العلمية بيقول كمان المهندس محمد سراج مقر البرنامج نفسه إنه في قطر والدول النامية لأنه لم يحقق نجاح في بلاده ده أمر آخر مضحك جدا مش عارفين مصدره إيه بالضبط في المعلومة وموضح مقر البرنامج من موقعهم الرسمي وإنه في مدريد مش في قطر واتهامات إنهم بيعملوا كده للاستفادة المادية من وراء النادي أو الأندية العربية هو بالعكس ما كانش ليهم أي طلبات مادية خالص من النادي الأهلي وما فيش أي طالب مصري أو عربي ملتحق بالبرنامج أصلا وما عندهمش تعاون مع أي نادي عربي أو أفريقي غيرنا هم مش في دماغهم الربح المالي خالص حتى الرحلة اللي طلعتها بالكامل زي ما بيقول محمد سراج من إقامة وتذاكر طيران كانت على حسابهم هما كجامعة علمية وعلى فكرة تكلفة الماجستير عندهم على الطلاب الأعلى في العالم تصل لحوالي 600 ألف جنيه مصري وهو رقم كبير مقارنة بجامعات رياضية أخرى وده نظر لجودة المحتوى والمحاضرين عندهم والرحلات الخارجية بيقول كمان المهندس محمد سراج الماجستير بيقدم رحلتين تعليميتين من ضمن البرنامج زي ما هو موضح كل واحدة مدتها أسبوع تقريبا من هنا جلغت وبرضه بسبب عدم البحث الكافي والسطحية في فهم الأمور وتناولها وبيقول الصفحة الرسمية اللي ليجا هي اللي ذكرت أني أنا كمحمد سراج المحاضر العربي والأفريقي الوحيد كما هو موضح عشان البعض برضو طلع الشاكك مش أنا اللي بدرت وقلت والله بيقول محمد سراج المنهج تضمن جزء كامل في البداية عن مصر والطفرة في البنية التحتية الرياضية في مصر تنظيم الفعاليات الكبرى ثم تطرق للنادي الأهلي بشكل مفصل واللي تم اختياره من جنوبهم هما واختيار اسم نادي القرن في أفريقيا من جنوبهم هما وفقا للوسائق أكيد أتمنى كون مصري يكون في أكتر من نموذج مصري ناجح يشرفنا بالفعل والشغل مش بالكلام يريد في النهاية أنا بسعى أن أنا أكون قد أصبت وقد أخطي في مشوار الإداري أو الأكاديمي بحاول أكتهد لكن في النهاية أنا بسعى أني أصيب وكفرد في منظومة عمل متكاملة داخل النادي الأهلي أتشرف بالانتماء لها وللجميع كل الشكر والاحترام من جانبي سواء من انتقد ومن تجاهل أو من شجع وأشاد شوف أنا كمان بمصر الموضوع ده من منظور أكبر شوية هذا نموذج مصري مشرف وتجربة مصرية عربية مصرية الأول لأن ده مصري يمثل العرب والأفريقى جميعا الموضوع له أخناقه يا رب يطلع غيره من الأندية يطلع مصر كسبانة لما يبقى فيه سبعة ثمانية زي الآية زي الآية زي الآية وزي المهندس محمد صلاة يطلع ويحاضر ويشوف يرد ازاي مطارية الرد دي ده قمة كل كلمة لها معنى تجربة حلمة نفرح لها مش نزعل مش معنى الزمالك الأجدر ومالك تفضط يعني هو يعني المسألة لا يخناقه ده داعي يتفضلوا يتقدموا ويرب نشوف السنة الجاية نموذج مشرف مثل الموانس محمد صراج يدر استجربة الزمالك أو أي نادي أخر ايه المشكلة ايه اللي عايزة عننا احنا ده حتكبرنا احنا كمصريين كلنا احنا مش مش عايزين نقعد في الصراع الده ده احنا مش فيه مجال تحبيب اه يا جماعة افرحوا بكونكم مصريين بيقدموا نمازج مشرفة منهم المرة ده الموانس محمد صراج ومنهم بالتأجيد لما حد حيخترنا دي حيختر الآن يبدأ به وقد تتكرر التجربة والله أعلم لمن يستحق كل ده احنا مالنا يعني احنا مش عايزين نتراشق مع بعض هي الفكرة هو انا معرفش أبقى سعيد ايه لما شوفك تعيس اه ايه ده ايه العيش الرياضية اللي احنا عاشينا دي اه تمنا سعيد وانت لما تسعد اقول لك يا الله روشك مناور ناردة ربنا يسعد ايامك بس انا بابز الجهدي وربنا في مجمل الاحوال في الاغلب ايه بيوفاني لاني باخد بالاسباب ايه بيجي لك عصرات مصحوبة بضغوط ايه وحاجات تعيقك طب ايه تفلت منك حاجات اه اخرين بيفرحوا يلا بس ما افرح من غير ما تسقلي عشان ما اضطرش ارد فتزعل مانا عايزك تفرح بس مش عايزك تدايقني وانا عايز افرح وانت تفرح من غير ما حادي دايب هذا هذه الثقافة يجب ان تنتهي لاني الحقيقة مفرقة بين انا بشوف يعني اخوات وعائلات وبشوف الدنيا حوالي مانا حتى الصهرات بتتقلب الى صخب يعني ماشي عايزين كده ده كان كلام مهم عن الاهل في قاعات الدرس فمتى تتعلمون امتى تتعلموا انه كل الناس تقدر تنجح وانه قاعدة النجاح مش مدببة وانه كله يقدر يقدم نمازك ولازم احنا زي ما المهندس سعاد قال كل نموذج مصري منور لازم نفرح له لازم نفرح له ونشجعه ونقتدي به ونتعلم منه ونستفيد منه وننفسه ونزيد عليه فرحانين بصلاح وننة وترزيجية لكن هو فكرة انت مش عارف تنور فتطف النور اللي عندي يعني يا عمم اتنور انت انا منور طب كويس نور انت عشان يبقى الدنيا كلها في نور لكن انت مش قادر تنور فلا لازم انت تطف النور اللي عندي هي دي للأسف الزهنية اللي بتحكم البعض يقول لك اش معنى الاهلي وليه الاهلي وازمالك حق يا سيدي قدم قدم لكن في النهاية خلينا نفخر كلنا كمصريين ان عندنا نادي عظيم اسمه الاهلي نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف مين كمان هيتمسك من عظمة رسالة اهلا بحضراتكم من جديد شوفنا ازاي لحظة الانقضاد ومحاولة البعض التقليل من قيمة الاهلي يجي الرد من جامعة عالمية في قيمة الليجة الاسبانية تختار الاهلي نادي القرن في افريقيا النموذج الانجح في الشرق الاوسط مادة علمية تدرس لرغيب الحصول على الماجستير من هذه الجامعة الاسبانية الكبيرة هي دي قيمة النادي الاهلي وهو ده مصدر الفخر بالنادي الاهلي ومكانته وقيمته في مجتمعه وبلده عشان كده فيه كلام كتير ب بعض لسانه لا جديدة يذكر ولا قديم يعاد الاهل تعادل مع المقولين وبفعل فاعل مرفوع بالضمة الامر واضح جدا في التحكيم وزي ما اعتدنا مع حضراتكم احنا ما عندناش اي خلاف او اختلاف على انه مستوى اداء الفريق في فترة طويلة ما هواش المستوى اللي احنا نتمنىه للاهل وشي طبيعي جدا انه المنحنة منهار مش متراجع فيه اسباب موضوعية اللي بيفهمه كورة فاهمين وعارفين انه ده امر طبيعي انه اللعبة مش قادرة رجليها مش ايلاها الحالة البدنية سيئة جدا الاسباب كتيرة ده كلام موضوعي مش مش مبرر ولا شماعة لكن حتى وانا في اسوأ حالاتي ما ينفعش تيجي علي ما تديني حق يا سيدي وانا يبقى التأثير من عندي وقصة المقولة دي مضيقاني جدا ما تتكلمش على التحكيم احنا كنا وعشين يعني ما تتكلم هواني محتاج حقي اللي لما يكون يعني بعاني مش مكون نحوالي أنا محتاج حقي حاطم انا بقولك ما هي مش نقصاك طب لو انا بكسب مرتاح تعمل فيها زي يوم الخمسة ثلاثة لقديني حقي برضا من حتى لما كنت مرتاح طلعت الاحتواء الله وطلعت فسرت بوضوح جدا قلت وقت الادارة مش التحكيم يعني ليس وقت العدالة شرنا الصفارة ليس وقت العدالة ولكن وقت الادارة اتحكم في النتيجة راح مدي ضرب الجزاء وهمية للجزيرة خلتها اثنين وبعدين بنشاري جابجوك وحرمك من ضرب الجزاء بعدين هو الفكرة كده زي يوم اكسبنا ثلاثة صفر برضو ايام كان فيرا فيلر اي ثلاثة صفر ضربتين جزاء علينا وضرب الجزاء غير محتسب لنا تعمل ثلاثة اتنين عشان نخرج نتكلم ان الزمالك عاد والاهل برا الموعيد طيب بعد مباراة المقولين كان فيه اخطاء تحكمية واضحة مؤثرة في نتيجة المباراة وعلى المستوى الفني ربما كان اداء الاهل افضل نسبيا من قبل لكن الاخطاء التحكمية المؤثرة بشكل مباشر في نتيجة المباراة رصدها الكابتن احمد الشناو الخبير التحكيمي في اون تايم سبورت نشوف انا بقول ان الفار يعني كان لابد ان يعني يشوفها ويتقنى فيها وينادي لمحمد يبص انها تستحق الطب بص بقى الكرة بص بص الكرة على الارض وهي رجلة تطلع فين ايوة بتطلع لفوق يعني اذا نية الازاء والدخل بالقوة بالشكل ده خلاص هنا الكرة على الارض وده داخل في قصبة الرجل انتهى الامر وكان انا شوف انا متأكد ان وانس ان محمد عادل اروح يبص على الشاشة الحالة كده هيرجع ويغير يلغي الأصفر ويطرر ويدي رحمة نشوف الحالة اللي بعد كده ركة الجزاء المحتسبة ده نشوف هنا بقى كده نمشي بفريم فريم بس هنوع كمان كمان ادي خلاص رابل ارجع 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 بس او دخل مين اللي داخل لاعب الماولين اه اللي هو شالها بس الكورة بقى لما تتشاط اتصد حتى لعب الاهلي برفع ايده بس بس مين اللي بيطلع الكورة هو الشام هو الشام اذا النهار ده كان على حكم الفار انه يجيب يقوله في الاربي في الاربي اللي طعم في حدن الحكم كمال سنة عمر فريم صغير عمر فريم بقى لا قبل ما يشوف قبل ما يشوف بقى سنة داخل هو الوحيد اللي داخل هو حتى بص لعب النادي الاهلي رفع ايده اه 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 رفع ايده يعني ما علينا انا بس انا حبيت طبعا هنا اللعبة هنا دي ده يعني الرؤ يعني ضر رئيسي للفار في اللعبة دي تحديدا شوف الحالة اللي بعد كده بقى بص يا كابتن مسك يعني سوف بقى تاني ده المسك حتى لو حسام ما كانش هيلعب الكورة والكورة في اللعبة داخل للمرأة دربة جزاء صحيحة غير محتسبة للنادي الاهلي في الناحية صحي كده يعني راجل سايب الكورة وحاطت رجله في قصبت رجل اللاعب اللي قدامه يعني هل ده كان بلعب الكورة ملعبش الكورة ازاي الفار ما يستدعيش وازاي الرجل مايروحش وازاي الرجل ضربة الجزاء يا أخوانا ده الراجل اللي دخل كاد أن يكون موازعا للحاكم ما تقوليش الحاكم ما شافوش ما لفتش نظره خليني خليني الأول أقف معاك عند بتاعة أمير عابد لأن هي دي يا جماعة مشكلة الفار والمهانس عاد لأشار من شوية لحتة قاله ديانج قبل كده الفار يستدعي الحاكم علشان يطرد ديانج في كورة أقل خشونة من دي شفوا كده الصورة بتاعة أمير عابد وهو في أصب الترجل حمد فتحي أنا نفسي الكابتن عصام عفتح بجد بقى كورة فين يقول للراجل الحاكم الفار ده الناشئ الصغير إزاي ما استدعيش حاكم في دي يعني أفهم إنه ممكن حاكم المباراة ما ياخدش باله من الخشونة العنيفة اللي فيها فاكتفى بالكارت الأصف طب ده مش فاج ولا مش فاج كل الحالات خدوا بالكوا دي في ديها 30 يعني فيه 60 دقيقة فريق هيلعب ناقص فريق بيدافع جوه المناطق بتاعته انت متخيلين لما ديها تضطرت في ديها 30 انت أهدرت أهدرتلي حق عامل إزاي إيه التفسير بقى إيه التفسير بتاع عدم الطردف دي ها الكرة التانية اللي الكابتن شو بير أو اللي الكابتن شينو أتكلم فيها ضربة الجزاء بتتنفذ أهي الحاكم محمد عادل عينوا قصدهم يعني في دخول لعب المقاولين الثمنتاشر أثناء التنفيذ فباقينا هوا بيردى ونص وحاكم الفار واللاين مان هناك بالمسائل كلها ولوم الكابتن محمد عادل يعني ما شفتوش وخصوصاً وخصوصاً اللي هو استفاد من تقدمه بتشتيت الكورة بالزبط إنه كمل وشال الكورة الله يعني لو هو مش موجود في داره زياد طارق هجيبه جوع إذن أنت استفدت من الخطأ القانوني اللي أنت ارتكبته تتعدش إزاي دي ما تتعدش إزاي بقى خطأ بفجة ولا مش خطأ بفجة دول مؤسرين بشكل مباشر التالتة ضربة الجزاء اللي هي يعني اللي بيقولوا عليها ولا أوضح ولا أفدح وفيه فيه مش فيه أكتر من أنت تشوف بطن اللي عاد يعني مين اللي عرق بطن حسام حسد بصوا التكتيفة بقدلة اتنين أحمد الكوي ده ناشئ في المولين مكتفه من وراء بديل اتنين ومشلح له الفانيلا بطنه بينا يعني إزاي بطنه دي ما تتشافش في الفار قاعدين يقولك الأهلي بتاعد بتاعد ما بتطبيق القانوني يعني خدوا بالكو يعني فيه فيه نموذج لضربة الجزاء أوضح من دي بالله عليكو انت عارب بقى سيد إبراهيم انت بتتكلم على ضربة الجزاء ده زي ما يكون يعني جبع على النادي الأهلي بالصفارة واحتساب له ضربة جزاء فيقعدها ليه ما نديته ضربة جزاء انتعرف المرة الوحيدة اللي عادت ضربة كان عشان يلغي الجنة اللي جابه شريف وعشان شريف دخل بدري ولا حاجة ولا زميل ودخلوا فعادت ضربة لكن لما ما تخشش ما عادش الضربة مش هو محمد عادل برضو اللي عادت ضربة هو محمد عادل لما حد من لعبة النادي الأهلي تدخل طيب انت يعني الوضع كده يبقى مش ممكن يكون صدفة نمرة ثلاثة ضربات الجزاء اللي ما بتتحسبش دي أطلق انت يعني يعني إيه انت قبليع لغي لي جوت واخد بالك إذا بتاخد خرارات مصرية هاي لكن قدام اللي قالي بأنا ما بيهمنيش لكن أنا ما ديش اللي قالي عشان أنا ما بيهمنيش فبرضو ما يخدش حقه يا أخي اللي همك ضميرك واللي همك العدالة واللي همك يا أخي متحت يا أخي عادل خليك عادل يا أخي متحت تحب نفسك اللي هو حكم الفور اللي إذا كان مصطفى متحت ها ما أنا بقول له مصطفى متحت ها اللي إذا كان بقى فيه يعني أمور أخرى ما أنت جايب لي أنا بص الكابتن عصام عفتاح ده أنا ما شفتش هذا النموذج في إدارة الأمور يتجاهل الحاجات الواضحة جدا ويعمل مدخلات في الحاجات السياسية أصل احتواء أصل بروتوكول أصل مش عارف إيه جينا على الكرة اللي لازم تتلعب وهي سابتة أو من مكانها أي شوفنا جون ملغي فقدنا فيه نقطتين ها علشان بالله عليك حط الكرة بتنط ها واخد بالك إزاي وفي حد بيفتش وراك أكتر من جدا لا يا أستاذ بريم النبي بس أنا حاخد الناس بعيدا عن معنى تاني ده تفماتشك مع المنافس اللي ربنا يسعده ها ها بما يحدث من صفافير في ماتش أنا هاي اللعب فارق الكرة يعني لعبها مرتين هو لعبها مرتين فاول عليه مش بس ملعبهاش من مكانه ها ها ده فاول عليه ده ده بيقولك النموذج الواضح لو لعبت الكرة مرتين ما فيهاش بقى يعني لجلاجة را عملها كده ولعبه جاد فينا جوا جون إيه جون يخليك أنت تكسب ما تتعدلش فتالتها بنت هنا هبنتين تانيين طب نعمل ايه نعمل ايه يا جماعة غير ان احنا نتوجع فلما نتوجع مش عارف يعني 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 فيه ناس بتزعل تقولك انت بتنتقد انت بتقول انت يعني يعني الناس التحكيم اللي بيزعل من نقدنا واخد بالك انت مديني فرصة ان اتوجع فبنتقد لاني ما عنديش حال تاني يعني اللي يزعل من اسرة التحكيم هو احنا عايزين نقول كده مش عايزين نقول كده بس انا بديلك اهو نموذج رضيلي عليها ما بتردش لأ ده انت قلت حتى نموذج مقارن بقى وهي دي المشكلة يا جماعة في ازدواجيتي المعيين المهانس عادل اشار الواقعة كانت زمانك بيلعب مع المقصر في 2018 انت لغيت للاهل واللالف قدام المقولين هدف بداعي بتاع رامي ربيع كوس اللي جبتها دي والله اتفضل في مباراة المقصة ادي مباراة المقصة علي بس عايز اشوف اللقطة نفسها كورا ريض حسبت جون ووباما مش اوف سايد ده بيقفز على الحارس كمان ده قفز على الحارس واف سايد شرعي انا عايز بس اشرح حاجة للناس اللي مش واخدة باله وجود اللعب اللي على الحارس ده اللي على خط المرمى ده اخر مدافع هو ورد جون الراجل هو ده ده يقوم مقام الحارس لانه هو انت ما تكونش اقرب لخط المرمى من تاني اقرب مدافع فده اول مدافع اللي على خط المرمى ينزل مكان الحارس حارس المرمى حالس المرمى قدام لعب الزمالك فلعب الزمالك افصايد بكل المعاني مش متداخل ده متشارك وملتحم شوف حمل الرايا واقف شوف وقف فين قدامه اه بصوا الصورة اللي تحتها هدف الاهلي الملغي الملغي شوفوا رامي ربيعة اللي بيقولك متداخل طب ده متداخل اللي هناك ده عامل ايه بقى بالله عليكم ده متفاعل ومتخانق وقافز وملتحم ده فول عليه فول على على متسلل ده تحسب جون على فكرة في الوقت القاتل والزمالك فاز بيه المباراة دي كانت بالزبط في 16 اغسطس 2018 فاز بيه بهدف كاسونجو المصادفة الغريبة الحقيقة ان الحكم كان برضو الكابتل محمد عادل ودي اللي انا بسألها على حتة التزواج المعايير طبعا في الحاجتين مسؤولة المساعد لكن ادهش انك دلوقتي مسؤولة الفار ليه الفار مع الاهلي يقز قوي في القرارات اللي تخص الاهلي وبيدخل الدرج ويتقفل عليه في الحاجات اللي تخص الاهلي ما بيعملش نفس الاخطام ما بيحسبش عليها الاخرين ايه ما هو المعايير ده لو تثبت تصدقني ما كانش حيب عندك مشكلة لا النهاردة ولا السنة اللي فاتت الامور كتحتمشي في سياقها صحيح لكن احنا النهاردة اه مش في احسن حالاتنا لكن كمان مش وحدين حققنا خالص اللي يخلينا في احسن حالاتنا قدام البعض بالضبط حصل في الاستوديو التحليلي جادل بين كابتن احمد شوير وكابتن احمد الشنوي على فكرة حكم الفار نشوفه كان على تقنية الفار مصطفى متحت ومعاه مصطفى متحت ده حكم عنده خبرة في الفار مصطفى 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 الإصبار للبيعامد زورة المصرية قولنا ليه لكن ما تطلعش تطول بقى الكلام مالوش دعو بالتحكيم لحت هو ولا بروتوكول ولا واصل احنا بندرس وانتو ما دخلتوش مدارس الكلام ده يعني طيب حسن الشيامي مدافع المقولين في تفسيره للحالة اللي عليها لعيبة الملعب لعيبة الالف الملعب زي ما هو لمسها نشوف رأيه ايه كان بقى عزمادنا ايه فرصة نقدر نجيب منها نسجل منها كفزل التوتل ناجل الالفين ده اللي أنا حسيته في قرض الملعب ايه يعني انت حسيت ان لعيبة الالي متوترة جدا 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 يا كنت تجده ونجد نجد مغورات كثيرة جدا في Herzin الذي زيال طريقة في الشرط الثاني في رأيي يعني سبب لك بعض المشاكل او خلاك تلعب جيم مختلف لعيب كويس صح؟ لعيب كويس زياد من اللعيبة الجيدة جدا حتى يقدر حوار بينه وبينه أثناء المباراة مش لازم أصرح بالحوار ده بس عنده شخصية عنده شخصية لعيب عنده شخصية وعنده فلول طيب ده لعيب بيحس بزبيله في الملعب ألا على فكرة التوتر أحد العوامل اللي تساعد على الإصابات لأن التوتر عبارة عن تدفق للإدرنالين فالعضلة تبقى مشدودة متوترة التوتر يعني ايه؟ شد شد زي الوطر فيسه للتمزق فأحد الأسباب والتوتر ده بيجي ليه؟ لشعورك انك انت زي ما كسبتش بحاجة كلير ووضحة جدا لا تقبل الجدل مش هيسمح لك بالمكسب وده الحقيقة يا جماعة رسالة من هنا برضو أستاذ إبراهيم وجوزه عارف انه هيتضغط عليه من قطاع من جماهيره ومن المحللين هو أسباب الضغط العام كلها كل دي بتخلق الضغط عليه خايفه الآن عشان كده جمهورنا اللي بيروح للإستاذ وبيقدم نموذج هايل في مساندة الأهلي هايل يا ريت ناخد برنامي الحكاية دي اللي بيقوله مدافع المقولين قالك لعبت كتير ضد الآلي عمر ما شفتهم متوترين وهم بيضيعوا فرص كده هم شايلين هم برضو الناس اللي اتزعلانه وعمال تنتقد لأنه كتير بيحصل هجوم احنا فاهمين ان الناس في الملعب متكاسلة أو متخازلة حتى لفظه متخازل الناس بتستسهل استخدامه وما فيش حد بيتخازل يتخازل ده يتعمد هو قادر أو مش قادر هم بدنيا مش قادرين فعلا مش قادرين ينفزه اللي هم عايزين يعملوه نساعدهم شوية نساعدهم شوية بلاش نضغط ونقص عليهم بلسه بقولكو ما ترموش الفوطة خليكو وراء فرقتكو الاخر رمض لأنك في الاول وفي الاخر انت بتنافس وساب النتاج الاخرين انت مالكش علاقة بيها بس انت بتحافظ على شخصيتك وقامتك ومكانتك وفرقتك ده مش هيجي إلا ان احنا ناخد بدين لعبتنا ونسندهم لأنه فعلا بيحاولوا وفعلا معزورين والعدد المرشاة اللي بيلعبوها إذا كان هم لعبين زيادة عن الزمالك عشرين مباراة اللي هو شارك في أفريقيا شوفوا بقى لعبين زيادة عن بقية الفرق اللي بتلعبهم ما بتشاركش في أفريقيا مش أقل من تلاتين مباراة يعني موسم لوحده الموسم كل 34 مباراة هم لعبين موسم زيادة عن الناس اللي بتلعبهم دول فخلينا نكون يعني أهدأ شوية عليهم آه نشجحهم ناخد بإيدهم محدش بيتعمد محدش مفيش حاجة اسمها متخازل اللفظ ده مش موجود يتخازل ده معناه انه يتعمد الخسارة لا طبعا فيه تأثير فيه عدم تقدير شوية فيه ناس ما بتحافظش على صحتها بره الملعب فيه ناس مش محافظة على تركزها بالشكل المطلوب كل ده نساعدهم عليه إيجابيا لكن نقصه أو نشتم أو نضغط أو نسب أو 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 بتكون النتيجة الإصابات دي ده كان كلام مهم جدا لكن بعد المباراة اللي حسب كده مستر ريكاردو سوارش ريكاردو سوارش فيه تفسيره لللي حاصل بعد المباراة نسمعه عشان لعبين الفريق ان احنا مفوزناش المباراة لان اللعبين قدوا مباراة كوية عملوا كل حاجة من أجل ان احنا نفوز ولكن لسوء الحظ الهدف اتلغى وكننا نستحق الفوز في مباراة زي كده واللي فش 10 جوغز في 30 ديس الأهلي لعب عشان مباراة خلال 30 يوم اعتقد ان ده ما حصلت في العالم كله اعتقد ان يحصل بهذا المالعبين والحادث هذا يعتبر خطأ بالنسبة للاعبين العالي وانا بدافع لللاعبين طبعا مش ماسألت اننا معنا مباراة كتير وانا عايز ارمي الخطأ على اي عادة بس في الاخر اللي بتوع في دون مشكلة هو انا رباري انا ما كوزا خد بالك من حاجة او ultimamente تنو تركاد 3 4 5 جوالورز جوالا جوالا انا يعني مؤخرا بغير كل مباراة طيب الحياء مستر ريكاردوس ورش قال الجملة اللي احنا بنقولها لكم انه ما فيش جديد وانا انا محدش هيسمعلي لانه مهما تكلمت هيتفهم ان دي مبررات دي مش مبررات حسبوني لما ادرب انا ما بدربش وقت ما اتمكن ان انا ادرب اللعيبة وحفظ الناس واشتغل شغل تاكتك تعالوا حاسبوني على شكل الاداة وعلى مستوى الفرقة لكن انا دلوقتي ما بدربش وعلى فكرة اللي قاله ريكاردوس ورش ما اختلفش ابدا على اللي بيقوله جيزفالدو فريرا مدرب الزمالك اللي بيبدأ كل مؤتمر يقولك انا ما شفتش كده في الدنيا بس بريرا زيدوا على كده يرى سيد ابراهيم تحملوه عدل فطرة الحارجة ده من اول ماتش بيقيم وكمان في نقطتين مهمين فرق بالتنين رقم واحد الزمالك ما كملش في بطولة افريقيا فلعبت وملعبتش هذا العدد منه المباريات رقم اتنين الزمالك ما غيرش جهازه الفني فسياسة الحمل التدريبي ما اختلفتش هو نفس الجهاز اللي شغال من البداية الاهلي لانه مستر بيتس المسيباني ماشي بالراجل مخطط الاحمال بتاعه والله يسامحوا بقى جيل ريكاردوس ورش بنظرية شغلة تاني خالص ده مختلف عن ده فبالتالي علميا معروف انك انت في وسط موسم ده مش في وسط موسم ده في نهايته لما يكون في حمل التدريب مختلف وسياسة احمال مختلفة العضلة مش هتستحمل انها تشتغل مع الاثنين الاصابات هتكتر عايز اقولكو بعض لعيبة الاهلي عشان تعذروا فعلا الناس دي المدربين شايفين انه ده غير ادمي اللي حاصل عارفين واحد زي افشا من اول مرجعنا من كورونا واحنا مستمرين افشا لعب 129 مباراة سوى مع الاهلي او مع المنتخب عمر السلاء لعب 120 مباراة حمد فتح لعب 116 وقال يو ديانج لعب 122 مباراة لانه اختلاف لعيبة الاهلي عن غيرهم رقم واحد العناصر الاساسية بتاعتك دوليين اللي مش معه منتخب مصر الاجانب معه منتخباتهم معلول يروح تونس ديانج يروح مالي برستاوي يروح جنوب افريقيا وهكذا والبقيين الكويسين عناصر المنتخب الوطني باستمرار وانت بتكمل في افريقيا للسنة الثالثة على التوالي تلعب فينال فاللي انت عامله محدش عامله عشان محدش يقولك اش معنا احنا لأ انت تحديدا حالة مختلفة خالص في الدوري وفيريرا نفسي بقولك انا ما شفتش ده في العالم طوال تاريخ الكرة ما شفتش ده لانك انت ممكن تتزنق تلعب مطشين ثلاثة في وضع مضغوط لكن ما تباش دي القعدة تلعب للشهر التاني على التوالي وللموسم التالي على التوالي بالشكل ده ولما تريح اللعبة تروح منتخب حتى الاندية التانية مش بس ما بيروحوش افريقيا لا كمان ما بيروحوش المنتخبات فانت شغال في كل الاتجاهات عشان كده عندك الارقام المفزعة دي بس انت نقيت لعيبة عندك ارقام لكن لو روح تلوح زي علي معلول مية وسبعة مية وسبعة وكم اصابة لولا الاصابة كان على لعب مية وثلاثين اه واخد بالك اي فلعيبة كده بدر بنون لولا المرض والاصابة اللي جات له حرمته كم زي الشهر كان لعب كم ماتش من اتمناله التوفيه معنادي قطر القطر يقدمه للإعلام النهاردة وانتظم معه يعني خلاص هو كمان انت تشعر وهو في المغرب انه خلاص رحلته معك مش هتكمت فيه حاجات بوشيرات بتقول كده وماله خلاص الرجل جاي وده لك بخلاص نتمناله التوفيق نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف الكثير من الاراء عن هذه الحالة اهلا بحضراتكم من جديد شوفنا الاراء الفنية الواضحة والسبتة سواء ما يتعلق باهدار حقوق قانونية كاملة من قبل حكب الببراء وغرفة الفاري اللي ملهاش اي تفسير في انك انت تتسبب بشكل مباشر في النتيجة وشوفنا ريكارد سوارش قد ايه الراجل شايف ان الوضع فعلا صعب صعب جدا ما هو يعني فالناس ما تنقش بقى ما تقولش كده وقول كده وبتتحجج برضو اخدينه في سكة الضغط عليه يعني احنا عايزين يتعامل زي ما تعملته مع فير اتعامله معه الراجل خرج من عنق الزجاجة بالمساندة مش من الهجوم والضغط اي نشوف نستنى احنا كده كده حينفع تغير دلوقتي اللي قال ان احنا بنجيب اجال وعشان نجننه مبراهيم فاية لا شوف ابراهيم فاية بقى اسمعوه هو يتحدث كاعلامي وكراجل يعني ناقد مش كشخص له رأي في حاجة حتسمعوا حاجة موضوعية اسمعوه نشوف ابراهيم فاية عن المباراة نجيب الناس نجننهم هنا جيب المدربين الاجانب نجننهم منها الراجل بشد في شعره مش فاهم هو ايه اللي حصل ومش فاهم هو ايه المطشط ومش فاهم هو ايه القصة هو القصة والله ليه علاقة الا بالاهلي بس ولا ليه علاقة بالشكل العام بتاع بطولة الدوري والحالة الاجهاد اللعيبة فارولت 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 ده 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 تعبير بلدي جدا جدا بنستخدمه في العيش لما خلاص يبقى عامل كده تفرقه بيدك خلاص مش متماسك فوش ايه حالة من حالات التماسك تعال بس اقول لك الاهلي ايه اللي مخلي الحالة اللي وصله له ده ده الاهلي لعب مواسم ورا بعضها وصل لأعلى حاجة في بطولة افريقيا لعب كاس عالم اندية قبليها كاس عالم اندية قبليها بطولة افريقيا قبليها بطولة افريقيا برضو نفس الفكرة فوصل للمرحلة ده ده مع السواد الاعظم من لعبة اللي بتلعب منتخب مصر فرايح هنا وهنا وبعد يطلع من الدوري على الكاس ويطلع من الكاس يقوم مواخب بعض ورايح مع المنتخب ومواخب بعض من المنتخب طالع على كاس العالم من الاندية ومراجع تاني مكمل ردد هنا على الدوري المصري فهو يعني برضو خد بالك يعني عملية صعبة جدا 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 على فاكرة الكلام ده كنا بنقوله اللي قاله الأستاذ إبراهيم فاي بس هو اتكلم بتفصيل كمان أنا عجيبني التفصيل اللي قاله لأن ده قلنا لكو تقريبا من قبل بطول كاس العالم الأندية وبعدها قبل النهاية الإفريقي قلنا لكو يا جماعة عملية إعداد الحقائب والصفر والمطار وترجع والمساحات وتوصل مساحات وترجع تقلع وتسحى الصبح تاخد هدومك وتروح وتتمرن الصبح وتاخد دوش وترجع هذه الحياة المستمرة على ثلاث سنين بهذا الكم من التحديات المختلفة وفيه في العلم الرياضة ما تقدرش تزلع القمة أو توصل للبيك أعلى معدلاتك فطرة طويلة فالناس حتى ما بتيجي قبل الدورات الإولمبية تكتشف أن فيه الأبطال العالميين يبتدوا بقى مشاركوش في كل البطولات تلاقي أبطال تانين عندهم النهاب والشغف هم اللي بيعملوا كده عشان اللي اتنين يوصلوا كل واحد فيهم يقدر يجيب أرقامه اللي تخليه يكسب ميداليات احنا بنتكلم وقلنا لن نعف اللعيبة من المسؤولية الشخصية كل واحدة على حياته خالص لأن انت ما تساعدش الدنيا الدنيا ماشي كده وانت بتساعدها على انك تقع بدنيا أو ذهنيا فأرجوكم المساندة بدعم الأهل زي ما تعودنا جمعة زي طول عمرنا ما بنعمل ما احنا دعمنا الأهل على فكرة بفترات ما كانش كويس أبدا مش عايزين نقعد كتير نتكلم الناس اللي بتقول يا سيد أبراهيم اللعبة والمستوى ومش قد المستوى والفانيلا هي هي اللي في الظروف الصعبة راح تكسل عالم أبهرت الأندية كسبة مونتيري خسرت من البراميراس اللي شوفنا مشهد مشوفنوش قبل كده لو في البرازيل مش هيبقى ده مدرجهم وبعدين عملوا مبرأة هائلة هائلة هو اللعبة اللي ما عندهاش واللي ما تسواش واللي ما تشيلش تقدر تعمل الماتش اللي عملوا قدام الهلال ده مستحيل ما تقوليش نقص لأن احنا كنا كسبانين قبل الناس لكن استمر الإبداع الإبداع والتقلق والجماعية طيب إيه اللي بيعمل كده تعرف أنا عجبني في الرأي في الكلام ده رأي عبد ظهر ريدا شحات ريدا شوفت له حوار مع براهيم فايق قال أنا كل فرقة بيبقى لي عندي مقياس فيها المقياس بتاع فرقة الأهل بالنسبة لي حمد فاتحي بول أنا أبص على حمدي لو مش قادر أعرف أن الباقي مش هيقدر خالص لأنه ده أعلى حد في القدرة البدنية في اللعبة فلما يبقى أفوأ واحد في القدرة مش فايق أو مش قادر إعرفوا أن الباقيين خلصانين خالص قال أنا لما كان عندي مثلا فجونا أكرم توفيق بول هو كان المؤشر بتاعي لو لقيت أكرم تعبي بيبقى أنا زودت على الفرق لأنه أعلى حد مش قادر يبقى الباقيين فعلا وهو كده شوف حمد فاتحي بقى ماتش المؤولين شفته بشوت واحدة مش هو اللي شوت هاد كده بس فعلا مش قادر العزم القوة مش قادر فعلا زي الحدة زي ما بيقوله دكتور طهر مفيش الحدة بالظبط مش قادرين ورغم هذا مش قادرين قد يكون مسؤولية عامة زي اللي بنتكلم فيه قد تكون مسؤولية شخصية ولكن النادي الآلي ما يتهمش أنه مش فاهم وأنه مش كفء لأنه ما هو يعني مال مين اللي عمل كل اللي فاد ده ست سنين من النجاح وصعود يتخلى لها فترات هبوط تعرف تعالجها بمطال قوة بالإضافة إلى أن بيسيبك أهم نجومك ومتقعش بتفقد أهم اللعيبة في فترة حارجة جدا طيب الآلي هاجم بس ما سجلش ليه واحد من صنع اللعب والهدفين في تاريخ الآلي وليد صراح الدين نشوف تفسيره ليه الآلي هاجم وما سجلش سيناريو كان متوقع فريق حيدافع وفريق حيهاجم لكن برأيك اللي هاجم ليه ما سجلش واللي دفع ليه نجاح أنه يحافظ على شباك ويخرج بنقطة يعني اللي هاجم ليه ما سجلش في عوامل كتير أولا طبعا توطر غير عادي عصبية غير عادية على كل اللعيبة الله يكون فعونهم طبعا محتوطون تحت ضغط ضغط كبير لكن في الآخر الأهلي ضيع كتير قوي ضيع فرص المفروض أنها سهلة جدا في المباراة منها ضربة جزاء منها حاجات على خط المرمى لكن المقولين حد اللي هو عايزه من المباراة بتكتل واضح جدا عندنا لقطات هتشوف التسعة وعشر لعيبة بيلعبوا في التلت الأخير من الملعب نعم لكن النادي الأهلي وصل كتير وصنع فرص لكن شايف أن اللعيبة مضغوطة بشكل كبير جدا ومتوترة أنا شايف برضو مستر سوارش حتى هذه اللحظة برضو بيستكشف إمكانيات اللعيبة يعني بكل ما تحدثنا عنه من صعوبات الأهلي سيطر هي ضيع فرص كتيرة جدا بعضها من على خط المرمى بعضها وضرب الجزاء ما فيش حد في العالم ما يعدهاش إلا الطاقم اللي كان بيحكم وأستاذ إبراهيم أنا أشعر وكأنه لم يكن هناك حل غير ألا يفوز الأهلي طيب النهاردة دلوقتي البيراميدز متأخر ناخد نتيجة النهاردة بقى الأهل التالي هل تخدها ماتش ماتش يعني ولا تعمل ايه يعني الاتحاد عمل معيار وبعط لك جوابين وانت قابلت بالمعايير دي يبقى خلصت هاتش تكلم اللي عايزي فحر بقى السيد عدو مجلس الإدارة السابق والمسؤول السابق وإحنا الناس رايحة في اتجاه بس هنكشف عن اسمه قريب هو اللي راح كلم ممدوحي دي وهو اللي راح للبيراميدز وقال لهم اشتكوا لأنه عايي الدربكة دي وأنا ما بقيتش فهمه هو بيعمل كده ليه بتعمل كده ليه مكسبك ايه غير انك تشعر انك انت مسيطر وقوي وبتحرك الأمور زي ما انت عايز انت عارفوه وانا عارفوه نطلع الفاصل وبعد الفاصل اذا كان رأي نجوم الأهلي في سبب حالة لعيبة الأهلي كده المنافسين رأيهم ايه بعد الفاصل ما تخافش على الأهلي اهلا بحضراتكم من جديد الحياة في الوسط الرياضي مجموعة من المدربين الرياضيين اللي فعلا تترفع لهم القبعة فيش يكتهم وزقهم واسلكهم والقيم الرياضية اللي بيتمسكوا بيها عمرك ما تسمع غلطة في حق الأهلي من نوعية كابتن حسن شحاتة كابتن فاروق عفر والكابتن حلم طلال الأهلي ممكن تسمع عليه او تسمع عنه ما يسيء إليه للأسف من بعض ولاده للأسف من بعض ولاده ودول مش واخدين بالهم ان الجمهور بقى فائس كل حاجة وعارف كل حاجة ومقيم وفارز الناس كويس قوي جمهور عقليته فيها قدرة على الفرز النبيه والسليم على فكرة وفي نفس الوقت انت تلاقي آخرين وعلى رأسهم الكابتن حلم طلال لا وهو بيحافظ على قيمة ناديه الزمالك وهو بيحافظ على انتماءه لنادي الزمالك لازم يذكر الأهل بما يستحقه وتلاقيه دايما في أراءه وفي تحليلاته وفي تقييماته على درجة عالية من الأمانة والموضعية نشوف الكابتن حلمي طولان في قناة الحدث وهو بيتكلم على ظروف الأهل ماذا يحدث في النادي الأهل وماذا يحدث لفريق الكرة الإرهاق والتعب الإنسان أو لعب الكورمة هو إلا لحم ودم ومش مكان مش حديد مش بتحط الفيشة في الكبس يشتغل دا لحم ودم وإنسان بيتأثر بالسلب والإيجاب بكل ما يحيطه والسبب المباسم في هذا الكلام تلاحم المواسم فسايد الناس كلها في أوروبا بعد ما تضطل الدوري تاخد شهر راحة وشهر أجازة تلاقي اللعبة كيف محمد صلاح رايحة المالديف بيتسوفوا رايح هنا بيبقى تماما عن الكورة لأن اللاعب المستمر بيصيب اللاعب بتخمة بيوصلوا لمرحلة الزهق بيوصلوا لمرحلة الإشباع الولاد دول وصلوا لمرحلة تشبع شديدة مرحلة إرهاق شديدة مرحلة الأوفر ترينينج مرحلة والجهاز العصبي لما بيكون مرهق نتيجة لكسرة الماتشات كل ثلاث يماتش كل ثلاث يماتش فالجهاز العصبي بيبقى مرهق بيبقى إشارات خاطئة للعضلات والعضلات بيبقى إشارات خاطئة للحركة ذات نفسها للباط للمراوغة لكل شيء بيبقى خطأ طالما الجهاز العصبي مستليم يبقى كل قراراتك هتبقى مستليمة فبدأنا يا صيد سيد أنا بتكلم بمنتهى الأمانة أنا ما بدافعش عن حد أنا بدافع عن اللي أنا شايفه صح واللي أنا شايفه خطأ تماماً والكرة في مصر رايحة بداية اللي بيحترم نفسه الناس بتحترم هو صدق رايحة صحيح الرجل الصادق لازم يكون صادق مع نفسه أولاً فيصدقه والآخر هو صحيح لمس على كل الحاجات اللي واضحة زي الشمس واللي تقلت مراراً وتكراراً من الناس الصادقين واللي أكدنا عليها مراراً وتكراراً هنا مش لأننا لا بنطبل ولا متحيزين لكن أنا عايز كل واحد فينا يعمل تجربة أستاذ إبراهيم احبس أقعد ثلاث تياب تخرجش من البيه في حد ما يحبش مكلسوم في حد ما يحبش مكلسوم كل واحد يختار المطر باللي أعجبه يسمعهم الصبح بالليل لمدة ثلاث تياب تقلوش نيار عصبي يجي يقول لي لا أنت كدام تكرار الفعل نفسه ما تقدرش تتحمل مهما كنت بتحب الكورة مهما كنت بتحب البطولة مهما كنت بتجيب لك فلوس ما تقدرش تعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء بنفس الضغط بنفس المطلوب منك بالتقييم المستمر على النجاح ولا شيء غير النجاح مع نقض قوي وقاسي ولحظي أنا عايز نجرب وبعدين كل واحد أستاذ إبراهيم بيزعل يعني أنا أمتقد اللعيب 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 وأقولك ما فيش حد فوق النقط ماشي أما تقوله إلي بتقوله ده أستاذ يعمل لك بلوق مهو ده أنت مش متقبل أنت كامل النقط أو يشتمك شوف يقول إيه يا سيدي درائيك ودرائي لا أنا اشتمك ولا أنت تشتمني أنا بقى يعني يقول ناشدك وأنت بتزعل أنا بقى ناشدك لإني شايف حاجة الإدراك بالمشكلة القادمة اللي جات خلاص عايزين نتجاوزها بقى خليك معانا خلينا أيدي واحدة مش أنت بتحب الأهلي وأنا بحب الأهلي وأنت بتحب الأهلي كلنا نختلف نتفق تعالوا نتفع على طريقة نقبب بيها المركب عشان تقدر تستعيد الصدارة مرة أخرى الوقت ما فاتش ما ترموش الفوطة طيب دادور اللعيبة الأستاذ سيد علي سأل الكابتن حلمي عن مسؤولية إدارة الأهلي عن اللي حصل نشوفه مروري يبقى إحنا تفكرنا عقلاني الإدارة وخصوصا إدارة الإدارة الأهلي معروفة ومشهود لها بالكفاءة ومشهود لها بالإخلاص بتأدي بشكل محترم وبتدي كل واحد شغله كل واحد ليه دوره بتسندله الدور بتاعه وفي الآخر بتحاسب لكن لا حد بيتدخل يعني أنا أقول الحزاكة لحاجة الراجل المدرب اللي جيه ده مظلوم جدا جدا لأنه ما بيدرب ما عندوش وقت يدرب وعلى فكرة يا أصي السيد ده السبب اللي خلانا اعتذر عن النادي الإسماعيلي ده السبب اللي خلانا اعتذر عن الجونة انه ما عنديش وقت ضرب الراجل اللي موجود ده في النادي الإسماعيلي يا جماعة مظلوم جدا كيف توقيت صعب جدا وبيلعب كل ثلاث يام ماتش موش ما بيدربش أنا متأكد لأن أنا مدرب وعارف ما بيدربش حاجة واللعيبة بتاعته يدوب يدوب يخليها تعمل وبالتالي وبالتالي يا كابت الحلمي المطلوب الآن في واحد اتنين المطلوب أولاً يا سيدي ايه المشكلة ما انت واخد اتنين واربعين دوري واخد سبعة وثلاثين كاس ايه المشكلة لما يروح منك الاثنين دول في السنة او سنتين ايه المشكلة ايه المشكلة يعني انا ما عنديش مشكلة خلص يبقى يبقى دور يا جماعة الناس اللي جابوا اتنين واربعين بطولة دوري وسبعة وثلاثين بطولة كاس لأ نرحمهم باقي سوية نرحمهم سوية دي نمرة واحد اولاً انت بتهاجم يعني بتهد وبتهاجم بدون واحد بتهاجم بدون ما تعرف الاسباب الحقيقية اللي انا قلتها دلوقتي دي نمرة واحد نمرة اتنين انا ادي فرصة للناس للرجل ده اللي لسه جاي وما دربش حاجة لسه جاي وارباجل كل ثلاث يام ماتش وما عندوش وقت ان يدرب فضروري اصبر عليه ضروري اصبر عليه يا سيدي مش مشكلة استنادي بطولة ما انت عندك بطولات يعني ادي الدنيا كلها يعني ما حاجة حيحصلك يا سيدي لكن ضروري نرحم الناس ادارة ماشية بشكل محترم جدا الخطيب لا يبخل بأي جهد من اجل نديه ومن اجل فرقته دي نمرة واحد نمرة اتنين ضروري اصبر على المدرب انا مصحغير كل يوم مدرب مصحغير كل يوم ده لا الاهلي ما بيعملش كده الاهلي مش هيعمل ده بالضبط كده فانا ضروري اصبر على الراجل ده ودي له وقته كامل والله يا كابتن انت رجل محترم مصحغير كل يوم ده وهو منصف لأنه محترم فجاء الانصاب فيه ايه كل النجاحات اللي فاتت دي ده فيه ناس بتقولك المجلس يرحل عشان تجيب مين بقى بإذن الله يرحل هوا احنا تأيدي لكابتن الخطيب مبني على عشق شخصي اطلاق عشان النادي الاهلي ما يستحقش ان احنا ساعة ما يحصل اي كابوة كل مرة لما يكون فيه اسباب من هذا النوع لكن لما يكون فيه عدم قدرة على الادارة الستاذ ابراهيم اقول له لا يجيب حد يقدر يدير لان انت جرب وما نجحتش لكن اللي جرب ونجحت وبعدين عنده حاجات ضغطة وجاب كل البطولات دي وتؤدي الى هذا الاول وقت يخلص ده هاما الوقت شكرا جزيلا لحضراتكم دمتم للاهلي دائما وداما لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادر ان شاء الله